موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شونكم اخواتي ان شاء الله بخير اليوم الفيديو مختلف ما له عبارة عن بريف او عبارة عن تمرينة شبرخ باوشتايني او هوغن او غير بلا 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 من الشغلات اللي بساوية الحمدلله رب العالمين هو الفيديو اليوم نخبركن اني قدرت احصل على شهادة التالك التسين ايس هخشولة واني خلصت من هذا المستوى وخلصت من هم مستويات وفحص اللغة الانمانية الحمدلله رب العالمين خلصت نجحت بفضل الله قدرت اني احصل على الشهادة بعد انتظار ما يقارب شهر ونصف وصلتني الشهادة نهار السبت فحبيت اليوم اصير احكي فيه عن الشهادة عن تأسيم العلامات الانسان بشكل عام وقت يحصل على اي شي جديد وعبارة هو عن فرحة او انجاز يشارك فيه احبابه واصحابه واصدقائه فانتو كل هدول بالنسبة لي اقول بسم الله وارجيكم الشهادة هذه هي الشهادة بتجي بهذا الموديل هذه تأسيمة العلامات انا مقدم الفحص لتنصف مرة تانية اول مرة رسبت فيه الحمدلله المرة التانية نجحت بفارق علامات كتير كبير هذه تأسيمة العلامات اللي هزي فرشتين جايب 44 من 48 اكيد الكلب يعرف تأسيمة الهوخشولة الرغبة وشتانية جايب 22 من 22 الهورن فرشتين جايب 37 من 48 اللي هزي فرشتين جايب انا الهورن ما كتير جايب فيه فعلامتي ما كتير جايب بس ماشي حالا المهم نجحت اللي هزي فرشتين جايب على طول انا بتفاجأ فيه بالبيتسفاي والصيائيس نفس الفكرة مع اني بحس حالي اني كتبت منيح مع اني بحس حالي اني فهمت الموضوع بشكل جايب مثل ما هنين بدون ياو بكتوب بشكل انا بشوفه جايب حتى اللي مثلا الاصدقائي اللي مثلا بيشوفوا البريف او الانسة اللي كانت عم تدرسلي بقلبي الكورس بيشوفوا البريف بلولي هذا البريف جايب يعني اقل من خلينا نقول تكون منطقيين ما بالق اقل من 27 لازم ما جيب بتفاجأ اني جايب 12 الفكرة انه بترجع على حسب المصحح على حسب هو شو بده بجوز انا ما لي فهمان الموضوع بشكل كتير كبير ما لي ملم بكام بكامل الموضوع او ماي اخطاء املائية كتير كبيرة او ماي اخطاء مثلا اواعدية كتير كبيرة ما لي انا منتبه لعلى سرعة الكتابة يعني اكثر من امر ممكن انه يندرج تحت علامة متدنية للبريف ان كان بالبيتسفاي وان كان بالتسيئينس بس المهم المجمل الاخراني نحنا او انا بهمني انه اخذ هاي الشهادة ويصير معي ورقة جديدة تقدم خطوة بهي البلد ان شاء الله يكون جايب 48 48 بالبريف هتكون نفس الفرحة انه جايب 12 المهم ناجح المهم خلصت هلا هو علامة النجاح بلش غفتلش 99 انا جايب 15 بالمودلش لازم تكون 29 انا جايب 38 متل مع الكلب يعرف لفظتي ما كتير جايب باللغة الالمانية فا اتوقع اغلبية العلامات رايحة على الشبراخليشة عنقيميسنهايت على الكفاءة اللغوية انا المودلش مقدمه قبل بمرة وخالص منه فبهاي الحالة اللي بقدم مرتاني بخلال السنة اللي هن نعطيهن ياه مثلا انا قدمت بشهر التاسع 2017 فانا كان معي وقت ل 2019 نهايته حتى قدم الفحص مرتاني فبهي الحالة انت بتحتضرز بعلامتك المودلش انا الحمد لله احتضرز بهاي العلامة لانه قدمت بخلال هاي المدة 38 من 48 بترجع العلامة النهاية بالمجمل 153 من 214 مقبول ليس سيئ مثل المتعفين مقدمين الفحص بـ 27 وطالع النتيجة بثلاثة اربعة بس ما وصلتني للاسبوع الماضي هي تأخرت عند الماهد المقدم عنده حتى وصلتها الحمد لله رب العالمين هذا هو الفيديو بس شرح بسيط وشاركونا الفرحة اللي انا الحمد لله رب العالمين قدرت اجتازة واخلص منها انه اخلص من شي اسمه سيئن سوخشولة وعلى اساس هذا السيئن سوخشولة اكيد الكل بيعرف انه هو الفحص معترفي عن اغلبية الجامعات هذا الفحص معترفي انك انت تكمل او تكمل في بعض الجامعات من طلاب معينين مثلا حالات منفردة بيطلبوا حصلا على حسب الجامعة وبصراحة بترجع على حسب الموظف يعني فيه جامعة بمنطقة اسمه بيليامزهافن هاي ما بيقبلوا الهوخشولة فيه طلاب قبلوا منه وطلاب لا ما بعرف على اي اساس بيمشوا بس اغلبية الجامعات بمع بشكل عام بيقبلوا الهوخشولة التالك الالجيماين غير مقبول بس كمان فيه جامعات بتقبل على البيت سفاي يعني ما لقاعدة عامة يعني ما فيك انت مثلا تشوف هذا الفيديو او تشوف اي فيديو تاني تقول خلاص انا معي بيت سفاي وما هقدم على الجامعات لا قدم ربما لعله او عاصة حدا يقبلك او تاخد على قليلة قبول مشروط حتى تجيب الهوخشولة بهالحالة انت بتكون امنت المقعد تبعك وعرفت انه بهاي المدينة انت صار عندك جامعة بتضبط امورك تاخد بيت بلا 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 من باية الامور اللي لازم تساوية فكل واحد يسأل الجامعة اللي بيهده هو ويدرس فيها الفرع اللي بديو يدرس فيه يحط على النت وين فيه جامعات قريبة منه او جامعات اذا ما عنده مشكلة بالنقل يروح عليها ويسأل مشان او متل ما منقول يقطع الشك باليقين او يبعت ايميلات الكل اللي بيعرفون ايميلات بيردوا عليهن هن النوعان معه هذا هو الفيديو بسيط خفيف بس حبيت شارككم الفرحة وانه الحمدلله خلصت من هذا المستوى اي سؤال حطولي ضمن التعليقات دعمونا دعمنا للقناة الميت مبروك اكيد محاولكم لا وهذا الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة